وتقول لي مدى تطور لعبة الكاراتين لدى طبعا دوي القدرات الخاصة خلال السنوات الماضية والله احنا في البداية يعني بنشكرك على الدعوة الكريمة للبرنامج ورحلة زيو الهمم رحلة طويلة قوي بدأت سنة ستة وتسعين ولكن بدايتها الفعلية كانت الفين وعشرة في اول بطولة جمهورية للاتحاد المصر الكاراتين في البداية بس بنهدي الفوز لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي الدعم الاول للرياضة المصرية وبنهدي الفوز لمعالي الوزير اشرف صبحي وزير رياضة والاتحاد المصري الكاراتين برئاسة كابتن محمد دهراوي رئيس اتحاد المصري الكاراتين وعضو المجد التنفيذي الدعم لهذه الرياضة منذ توليه المسئولية احنا الفين وعشرة اعملنا اول بطولة جمهورية وكان اه يعني هو مش محترفي. مم. الفين واحداشر اعملنا تاني بطولة جمهورية. الفين واتناشر اعملنا التالت بطولة جمهورية اه يعني في نشاط الاتحاد المصري الكاراتين. الفين وتلاتاشر جي اميل من الاتحاد الدولي الاتحاد المصري بضرورة ادرك اه اصحاب القدرات الخاصة وزول الاحجاجات الخاصة على هامش قدرات العالم. مم. واحنا كان لنا آآ قبل اتحاد الدولي بأربع سنوات. فكنا جاهزين. من درجة رئيس الاتحاد وقتها بيقول لي احنا هنشارك في منتخب مصر لزول الاحجاجات الخاصة. مم. وبيقول ان احنا عندنا فريق جاهز. قتلنا احنا جاهزين من اربع سنين قبل اتحاد الدولي. اي. وفعلا نشاركنا باول بطولة عالم في بريمن الفين واربعتاشر. مم. وكان معنا سلم على اي اول لعيبة اشتركت اه اصحاب الهنم الفين واربعتاشر وحصلت على مديلية الزهبية في بريمن الفين واربعتاشر. مم. الفين وستاشر اه لينز اه نمسا اشتركنا بحوالي تسع لعبين ايضا. وعملنا اربع مديليات. اه الموضوع تطور بقى في تحاد الدولي بقى فيه اهتمام اه من الدول وفيه مشاركات. الفين وطمنتاشر في اسبانيا. مم. حصلنا على خمس مديليات. وكان اول مشاركة على عبدالعزيز عاصم اه الفئة الحركية. وحصل على المديلية الزهبية ايضا. وسلمة حصلت على المديلية الزهبية. سلمة وعبدالعزيزة عاملين ريكورد. اه في العالم محدش هيجيبه لان هما. ايه هو. في الخمس نسخ في طلاط العالم هم مشاركين. مم. سلمة بطلة عالم خمس سنوات. نشو الله. يعني الفين واربعتاشر ستاشر تمنتاشر. المفروض عشرين بس اجلت بظروف الكورونا. انت عاملت واحد وعشرين. سلمة هي اول العالم. خمس مرات متتلية. طيب. كل الاهتمام ده والكاراتي مش لعبة باراليمبي. مش لعبة باراليمبيا. مش لعبة باراليمبيا. وليعبة اولمبيا لتوكيو. هتكلم هارك في ده اكتر لكن خليني اسمع طبعا من ابطال. كمل حتة بس حركة ده هي الفين واحد وعشرين. احنا خدنا اول عالم. ترتيب عام. ده طولة العالم. طولة العالم. مش اللي فاتت اللي لا. زول الاحتياجات الخاصة. ثلاث واحد وعشرين في دبي. واخدين اول عالم. اه عبدالعزيز دهب واحمد وحيد دهب وسلم دهب. ومعنا اه خبس لعبين برضو حصلوا على فضة وبروضة. السنة دي كان عندنا تحديات. احنا اول عالم تعرف ان احتفاظ باللقب تبقى صعب من الحصول عليه. طبعا. فكان عندنا تحديات كتيرة جدا ولكن كان هما قد التحدي لهم اصحاب تحدي واصحاب ارادة. شكرا. ولكن كان عندنا صعبات كتيرة جدا. هما تغلب ولهم هيحكوا العرضك. لدرجة اخر مداليا كان اخر مباراة في بطولة العالم بودابست. اه. عشرين تلاتة وعشرين عبدالعزيز بيلعب اخر مباراة في الاسوياء وفي النورمل وفي الاحتياجات. اخر مباراة في البطولة كلها. اه. والمداليا بتاعته يتخلينا اول عالم يتخلينا تالت عالم. يأول يتالت. يأول يتالت. ان اسبانيا وغدا مداليتين. واليابان وغدا مداليتين. وتخيل بقى اسبانيا واليابان. الدول عظمى في الكاراتي. لكن احنا الرياضة لمصر. هو عبدالعزيز اه يعني كان قده وعدود. وانا كنت واثق فيه. ولكن كنت خايل فيه. يعني انا كان بيلعب مع اطالي في المباراة النهية. ومباراة صعبة جدا. يعني انا انا حكم مقاعد بقول انا لو انا اللي بحكم المباراة دي. انا حكم دولي. اه. مكنش عارف على مين. لكن هو عبدالعزيز اه بصت له كده. وهو في سين ما بينه وبينه. مم. فنزل خد فرق اه درجة كاملة بينه من اللي بليطالي. وخد مدالية دهب. وحطينا على. واحد ماينا في الترتيب الاول. الاول عالم وبعدين اسبانيا. وبعدين اليابان. حلوة.